اشتركوا في القناة وذلك بسبب تأثير المملكة بمنخفة جوية وكتلة هوائية باردة التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح يوم السبت بالتزامن مع اجتداد واضح أيضا في سرعة الرياح هذه الرياح تكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد أيضا يتوقع أن تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في شمال المملكة تمتد تباعا إلى المنطقة الوسطى بما في ذلك العاصمة عمّا مع ساعات ليلة السبت على الأحد يتوقع أن تعبر البلاد جبهة هوائية باردة تعمل على اجتداد وانتظام الهطول المطري وأيضا امتداده إلى المناطق الجنوبية إذن تحطل عند الأمطار في شمال ووسط وجنوب البلاد أيضا يوجد فرصة لتساقط زخات من الثلوج على المناطق العالية جدا التي يزيد ارتفاعا عن 1200 متر هذا الارتفاع غير موجود في العاصمة عمّان بل هو موجود فقط في مناطق قمم جبال جرش وعجلون العالية وأيضا قمم جبال الكرك والطفيلة والشراء يوم الأحد يتوقع أن يزداد تأثير هذا المنخفض الجوي يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة يكون الطقس باردا وغائما وماطرا وتكون الأمطار غزيرة إن شاء الله على فترات وقد تترافق مع حدوث الرعد وتساقط زخات من البرد يحذر يوم الأحد من خطر تشكل السيول خاصة في مناطق شمال ووسط المملكة المقصود هنا المناطق المنخفضة والأودية والمنحدرات أيضا يحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض بالنسبة لخارطة كميات الأمطار يتوقع أن تشهد المملكة خلال هذا المنخفض الجوي يومي السبت والأحد تساقط ما بين 20 إلى 40 مم كما نشاهد في المناطق الشمالية والوسطى الكميات تقل طبعا كلما تجهنا إلى شرق وأقصى جنوب البلاد بعض المناطق قد تشهد تساقط أكثر من 40 مم المقصود هنا مرتفعات عجلون وأيضا جبال الصلت وأيضا أجزاء من غرب العاصمة عمان عزائي هذا كان كل ما لدينا لحد الآن لا تنسوا متابعتنا عبر موقع تقس العرب الإلكتروني وأيضا عبر تطبيق تقس العرب على الهواتف الذكية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة